السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي رياضيات للصف الخامسة الابتدائي عندي الدرس الثالث القسمة على مضاعفات العشرة والمية والألف رح اشرحها صفحة 66 اشرحها وحل تأكد صفحة 67 ان شاء الله على الفيديو اللاخ نحل صفحة 68 فكرة الدرس استعمل حقائق القسم الأساسية والألماط لإقسم ذهنيا اتعلم زرع مزارع الف فسيلة نخل خلال عشرين يوما اذا كان يزرع في اليوم الواحد العدد نفسه من الفسائل فكم فسيلة يزرع في اليوم الواحد يلا عيني خلينا نشرحها اتعلم يقول لي مزارع مزارع عنده الف فسيلة خلال عشرين يوم اذا كان يزرع باليوم الواحد العدد نفسه من الفسائل يريد يكون كم فسيلة يزرع باليوم الواحد فإحنا عدنا هو عداج قد الف فسيلة نقسمها على اليمن على عشرين يوم بالتقسيم هاي سموها قسمة قصيرة بالتقسيم اذا عدي صفارة احذفها الصفر روية الصفر يروح شنزل اثنين سوري انزل عشرة عن صفر عشرة تقسيم اثنين بها خمسة الصفارة بالقسمة احذفها ما دام عدي صفر هنا يروح منا والصفر انزله عشرة تقسيم اثنين بها خمسة صارت عداج قد خمسين هاي هاي اولا اثنين خلينا نقرأ هاي المسألة الثانية يقول ركضة عداء مسافة 3000 متر في احدى المسابقات ما المسافة بالكيلومتر هاي ثانيا احذنا جديد 3000 نقسمها علي من المسافة يعني نقول ما دام هو ما مطيني الف ما دام قال لي ما المسافة بالكيلومتر اذا واحد كيلومتر يساوي 1000 متر يعني نقسم على اليمن على 1000 اه الصفر يروح ويا هذا الصفر وهذا الصفر الثاني يروح ويا هذا الصفر وهذا الصفر الثالث يروح ويا هذا الصفر تقسيم واحد بها 3 كيلومتر يعني قلنا واحد كيلومتر يساوينا احنا حافظينها الف متر فقسمنا على الف زي هذه صفحة جقل صفحة ستة وستين نروح على صفحة سبعة وستين يلا عاني اجد ناتج قسمة اربعة الاف اثنين واربعين الف تقسيم ستين يلا عاني نتقسم يلا نقسم اثنين واربعين الف تقسيم ستين الصفر وهي الصفر راح انزل الصفرين اثنين واربعين تقسيم ستة بها سبعة لأن سبعة في ستة اثنين واربعين طبعا انتم حافظين جدول الضرب ما نقدر نعرف نقسم ونطلع الناتج اذا محافظين جدول الضرب رابعا مطيني ثمانية تقسيم اثنين ومطيني ثمانين تقسيم عشرين ومطيني 800 تقسيم 200 يلا عيني 8 تقسيم 2 بها 4 80 تقسيم 20 هاي الصفر ويا الصفر يروح 8 تقسيم 2 بها 4 هذي 800 تقسيم 200 هذا الصفر ويا الصفر وهذا الصفر الثاني ويا الصفر 8 تقسيم 2 بها 4 طلع عنا 4 زين با مطيني 12 تقسيم 3 ومطيني 120 تقسيم 30 ومطيني 1200 تقسيم 300 يلا عيني خلينا نحل 12 تقسيم 3 بها 4 لأن 4 في 3 12 120 تقسيم 30 هذي الصفر وهي الصفر يروح 12 تقسيم 3 بها 4 1200 تقسيم 300 ويا الصفر يروح وهذا الصفر ويا الصفر 12 تقسيم 3 بها 4 زين فرع جيم 56 تقسيم 8 ومطيني 560 تقسيم 80 ومطيني 5600 تقسيم 800 زين 56 تقسيم 8 بها 7 لأن 7 في 8 56 560 تقسيم 80 هاي الصفر وهي الصفر راح 56 تقسيم 8 بها 7 5600 تقسيم 8 ويا الصفر يروح وهذا الصفر الثاني ويا الصفر يروح 56 تقسيم 8 بها 7 لأن 7 في 8 56 هاييني 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 شرح قسمة على مضاعفات 10 ومية والف 66 أو 67 هسه انحل اتأكد بس هذي صفحة 67 انحلها خنحلها بالكتاب يلا عيني زين احنا مضطيني يقول لي اتأكد اكمل كل من الالماط الاتية مضطيني 16 تقسيم 4 هذي اولا مضطيني جيد 16 تقسيم 4 يلا 16 تقسيم 4 بها 4 لأن 4 في 4 16 يعني 160 تقسيم 40 صفر ويا الصفر يروح 16 تقسيم 4 بها 4 4 في 4 16 1600 تقسيم 400 هذا الصفر ويا الصفر يروح وهذا الصفر ويا الصفر يروح 16 تقسيم 4 بها 4 لأن 4 في 4 16 10 ثانيا 40 تقسيم 5 40 تقسيم 5 بها 8 لأن 8 في 5 40 4000 تقسيم 500 الصفر وهي الصفر يروح وهذا الصفر الثاني وهي الصفر يروح 40 تقسيم 5 بها 8 لأن 8 في 5 40 هنا عدنا 40 ألف تقسيم 5000 الصفر وهي الصفر يروح وهذا الصفر الثاني وهي الصفر يروح وهذا الصفر الثالث وهي الصفر يروح 40 تقسيم 5 بها 8 لأن 8 في 5 40 عد ثالثا أمطيني 49 تقسيم 7 49 تقسيم 7 بها 7 لأن 7 في 7 49 4 190 تقسيم 70 الصفر وهي الصفر يروح 49 تقسيم 7 بها 7 لأن 7 في 7 49 40 مطيني 4900 4900 تقسيم 70 الصفر وهي الصفر يروح تنزل صفر إذا ما وياها صفر 49 تقسيم 7 بها 7 صارت عدي 70 زين رابعا أجد ناتج القسمة في كل مما يأتي باستعمال الحقاق الأساسية 4 9 5 45 5 الصفر الثالث راح 27 تقسيم 3 بها 9 سادسا 72 تقسيم 9 72 تقسيم 9 بها 8 لأن 8 تقسيم 7 72 تقسيم 9000 الصفر وهي الصفر يروح وهذا الصفر الثاني وهي الصفر الثاني والصفر الثالث وهي الصفر الثالث 72 تقسيم 9 بها 8 لأن 8 9 72 زين سابعا تقاضى عامل 180 ألف دينار في 20 يوم ما مقدار ما يتقاضاه عن عمله في اليوم الواحد يلا يعني أنقسم 180 ألف أنقسم نقول 180 ألف تقسيم 20 الصفر وهي الصفر راح أنزل الثالث صفار 18 تقسيم 2 بها 9 إذا نجد 9000 يوما مقدار ما يقتضاه وما يتقاضاه عن عمله باليوم الواحد أتحدث يقول عن حقيقة القسمة الأساسية التي تساعدني على إيجاد ناتج 3032 ألف تقسيم 40 يلا عيني 32 ألف تقسيم 40 هنا أعدي الصفر وهي الصفر راح نا يساوي تبقى صفرين 32 تقسيم أربعة بها ثمانية لأن ثمانية في أربعة 32 وثلاثين وثلاثين وش طلعت طلعت 800 هاي عيني صفحة 66 وصفحة 67 ومثل ما قلت لكم نكملوا إياكم صفحة 68 وإن شاء الله التوفيق